أما الباب الضيق والطريق الكرب هو بكل بساطة هو إيمانك بالله وطاعتك للوصية الباب الضيق طبعا مفتوح فيك تفوت زي ما منشوفه في السياح كل شوية بفوته من الأبواب في هذا المكان مفتوح لكن هذا الباب يمكن ثلاثة أربعة بيقدر يفوت مرة واحدة لكن بتقدرش تدخل عشرة منه لكن بيدخل لازم يكون في طاعة الباب الضيق طبعا إله حدود واضحة وخلينا نسمي هاي الحدود هي معاملات الله هي إعلانات الله من خلال الوحي ومن خلال الإعلانات الكتابية اللي الله بحذرنا وبنبهنا إنه فعلا ننتبه ونحذر لحياتنا طبعا المسيح مثل ما ذكرت يعني إن أراد أحد أن يكون تلميذ يعني لازم يتبع وسيته بيتكلم إنه من لا يحمل صليبه فلا يستحقني وهكذا بيتكلم عن الاضطهاد بيتكلم مش عن طريق مفروشة في الورود رح يتواجه صعوبات رح يتواجه ألام لكن في بركة وفي معي إلهية وفي حضور إلهي معك قال يسوع المسيح في يحنى عشر تسعة أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص ويدخل ويخرج ويجد مرعة قال يسوع أنه هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا به لأنه يوجد إله واحد ووسيط واحد بين الله والناس الإنسان يسوع المسيح ففي بس ديانتين على فكرة فيها الدنيا وفي يعني طريقين في هذا الوجود يا طريق بودي للجحيم يا طريق بودي للسماء وفي ديانتين إما ديانة الله بطريقة وإرادة ومعاملات الله أو مظاهر التدين والديانات اللي هي خارجة عن إطار التعليم الكتابي والكتاب طبعا بيحزرنا من هذا الموضوع في باب ضيق في إنجيل لوقة مكتوب اجتهدوا أن تدخلوا من الباب الضيق هذا بيؤدي فينا إلى طريق حي حديث كرسه لنا المسيح بدمه هذا هو الطريق للحرية الحقيقية وهذا هو الطريق للسعادة الأبدية وهذا هو الطريق للراحة والنعمة وهذا الطريق اللي بتحس في حضور الله معاك كل يوم بيسير معاك في هذا الطريق حتى يشجعك ويبنيك ويباركك فأي باب بتختار أي طريق وأي مصير بتختار أنا بصلي من كل قلب إنك تختار الحياة اليوم ربي بارك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر